اشتركوا في القناة كان دائما متأخرا على الزمن السياسي يعني الوزراء يأخذوا مبادرات ويأخذوا إصلاحات ويأخذوا باعتبار التراكمات ويأخذوا قطيعة مع التراكمات اليوم في 2014-2015 صاحب الجلالة أهد المجلس الأعلى للتربية والتكوين بتكوين رؤية طويلة المدى فيما يخص لأن الزمن التربوي هو الأجل دياله طويل خصو جيل أو جيلين فبالفعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين كوين رؤية للترجمات إلى استراتيجية 2015-2030 ويأهد من بعد صاحب الجلالة إلى الحكومة بترجمتها إلى نصوص قانونية هو هذا القانون الإطار مشروع القانون الإطار والذي اخذ فيه بالطبع المجلس الأعلى للتربية والتكوين الرأي ومن بعد بالطبع أنه تمرر صادقة عليه المجلس الحكومة وصادقة عليه المجلس الوزاري لكي ترأسه صاحب الجلالة كما تعلمون وبالطبع أنه ضعر هنا المصادقة البرلمانية في مجلس النواب فالدورينا في أكتوبر الماضي في 2018 اليوم إلى جميع المراحل استوفاها هذا المشروع اللي هو يراد له أن يكون مشروعا مجتمعيا متعاقدا وليس متوافقا كما كان قبل متعاقدا عليه طويل أماد يعني جميع القوى السياسية هذا مشروع دي المجتمع ليس مشروع دي الحزب السياسي دي الأحزب السياسية يعني اليوم هذا مشروع دي الدولة دي المغرب كله بجميع أطيافه قطع خاص قطع عام هيئة المجتمع المدني إلى آخره كل شي اليوم في مجلس النواب تم تقريبا المصادقة عليه إلا في نقطتين النقطة الأولى فيما يخص المجانية دي التالي والنقطة الثانية الخلافية هي مسألة اللغات في الأخير مسألة اللغات تدريس لغات تدريس أشكي يقول قانون الإطار واشكي يقول تقول استراتيجيا القانون الإطار كي يقول بأنه في تدريس دي اللغات دي المواد العلمية المواد العلمية وبعض المجزؤات وبعض المضامين أنها سوف تتمو في إطار تناوب اللغوي يعني خاصة التقنية والعلمية باللغات الأجنبية وهذا هو مربط الفراسة والإشكال فين كاين الموقف دينا واضح نظرا أن الإشكالية اليوم اللي كنا في سوق العمل هو أنه لما كنا نخريج كيف تقدر اللغات وننسى أننا المغرب بلد منفاتي حدنا 56 اتفاقية تبدل حدنا 13 كم على الجار الأكبر الاتحاد الأوروبي اللي عدنا معها اتفاقية كبيرة وعدنا معها وضع متقدم ممكن نخدم معها الآن في وضع اتفاقية تبدل حر لمعمقة وشاملة يعني ما يمكنش أنه نغالقوا على نفسنا وندخلوا نقحموا بعض المسائل اللي هي غريبة على التعليم ندخلوا فيها الإيديولوجيا وندخلوا فيها مسائل اللي من لا تمتوا إلى مصالح البلاد بصلاة إذن نحن مع تعليم المواد العلمية باللغات الأجنبية وكفانا من هذه السياسة السياسوية وهذه المزايدات نحن في غناء عنها فهذا المسألة اللي اللي يراد لها أن يكون كما قلت مشروعا مجتمعيا اللي فيه إجماع بالنسبة لجميع نعم بالنسبة للسيدة 8 أو رئاسة الحكومة لأنها هي التي تتشرف على قيادة الحزب العدل والتنمية أليس من حان الوقت على أن السيدة 8 يعطي واحدة الدفعة لهذا المشروع بالطبع لأنه هو كي ترأس أولا الحزب الأغلبي والحزب اللي دبع كين لخالق هذا الخلاف في هذا الميدان ديال اللغات وبالطبع أن نرى الأغلبية الحكومية اللي هو كي ترأس أسا دي الأسماعين من رأس الحكومة وبالطبع أن هذا غريب نحن نستغرب له هذه المسألة هذه لا يمكن أنه رئيس حكومة رئيس أغلبية رئيس وفي نفس الوقت عامين عام ديال الحزب يعني يجب أن يكون واحد النوع من السيجام واحد من رؤية هذا يعطيه واحد صورة اللي لا تليق بالمغرب السياسي إذن تدورة استثنائية ديال البرلمان هدرنا زمان تشريعي وهدرنا زمان سياسي وهدرنا زمان تشريعي لأنه فتحنا دورة لأجل ذلك اللي فيها ثلاثة أو خمسة القوانين فدوزنا واحد المهم هو كذلك الدل الضمانات المنقولة بالنسبة للمقاولة مهم بزاف خاصة بالنسبة للمقاولة الصغرى والمتوسطة من أزل ولوج تمويل ولكن كيبقى أنه القانون الإطار هذا هو القانون يعني إذا كان عرهد الولاية كلها تشريعية فيها عرهد القانون فنكون بأنه رحنا يعني استوفينا الغاية من تشريع بصفة عامة